حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من حدوث غزو متوقع من أسراب الجراد الأحمر للساحل الجنوبي الغربي للمملكة وبالتحديد ما بين الليث والقنفذة وقادمة للمملكة من شرق قارة إفريقيا تشير إلى أنها تواصل أيضا عمالها في المكافحة هذا كما أشارت الوزارة عبر حسابها في تويتر إلى أن فرق المسح والاستكشاف الميدانية بالوزارة بالمرصاد ومؤكدة أن أعمال المكافحة مستمرة للقضاء عليها والحد كذلك من انتشارها زارة البيئة تفذل جهود استثنائية ومشكورة أيضا بالتحذير من موسم الجراد الجادل وموسم تقريبا وأظن الآن هذه أحدى الغزوات المتوقعة من أسراب الجراد لا سمح الله قد يكون هناك إذا لم يتم الاتخاذ الجراد المناسبة وهنا يتم مكافحتها وقضاء عليها والحد من انتشارها من قبل وزارة البيئة وأخذ الاحتياطات كذلك السابقة قبل وصولها يعطيهم العافية وزارة البيئة والمياه وزارة البيئة